أعزائي المشاهدين أهلا وصهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سيداتي أنيساتي اليوم الحلقة رح تكون مميزة جدا لأنه رح نناقش فيها دور المرأة في الكنيسة هل المرأة دور فعال في الكنيسة؟ أو دور المرأة يقتصر على مساعدة الرجل؟ هل المرأة دور ريادة في برامج الكنيسة وبتحضير برامج الكنيسة؟ خلينا نشوف هذا الشيء بعد لحظات وتمنى نناقش هالموضوع مع ضيفتي موسيقى أحبائي المشاهدين حتى ناقش دور المرأة في الكنيسة ضيفتي لليوم ضيفة مميزة جدا السيدة باسمة فارجو أهلا وصهلا فيك معنا بالستوديو هي زوجة أسيس هي ناشطة بكنيستها في العراق وبلبنان وكمانا مسؤولة عن خدمة الخدمة النسائية في الكنيسة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك في كتير أراء مختلفة بين الناس عن إذا لازم يكون في دور ناشط أو فعال للمرأة في الكنيسة في ناس بيقولوا لازم يكون في دور أو في ناس سنين بيقولوا أنه يمكن المرأة لازم يكون عندها هيك بس تواجد بالكنيسة ولكن مش دور فعال حضرتك شو رأيك بهذا الموضوع أول شيء أنه الكنيسة هي الآائلة الكبيرة اللي يتضم العوائل الصغيرة عوائلنا نحن صح ثاني شيء يختلف دور المرأة حسب مفهوم الناس ما ضروري تكون المرأة قسيسة حتى تخدم بالكنيسة ما ضروري تكون قائدة في الكنيسة أنا ضد فكرة أن المرأة تكون قسيسة مرسومة في الكنيسة ولكن للمرأة دور كبير في الكنيسة كما هي العمود في عائلتها تقدر تكون عمود في الكنيسة وتبني الكنيسة مهي ببي أنا بوافق بهالرأي برأيك وقتها بنحكي عن دور المرأة في الكنيسة أو وقتها بتكون المرأة عم تلعب دور في الكنيسة هل يعني هيدا الشيء أنه عم تتنفس مع الرجل ولحضرتك قلت أنه مش ضروري تكون قسيسة أو إلى دور قيادي شو الدور اللي يعني كيف فيها ما تكون عم تتنفس مع الرجل وتكون موجودة بالكنيسة ممكن المرأة الأخذ في الكنيسة ترافق القس في الزيارات ربما من الأفضل أن يكون امرأة مع القس في زيارة العائلة بعدين في أحيان كثيرة إذا كان مشكلة عند ربة البيت يمكن تفتح قلبها للمرأة أكثر ما تفتح قلبها للرجل فضروري وجود الامرأة في الزيارات مع القس أو زيارات جروب نساء كثير ضروري هل تعتقد أنه في أعضاء بالكنيسة بيشعروا براحة أكتر إذا كانت الزوجة عم تخدم مع زوجة أو إذا كانت المرأة عم تشاركهم بعيد الخدم لأنه هوني بدي أسأليك كيف يمكن للمرأة أن تخدم حضرتك قلت بالزيارات وأنه تكون متواجدة مع القس بس إذا ملنا زوجة قس كيف هي تخدم بالكنيسة كمانا بمحلات مختلفة حتى إذا ما كانت زوجة قس كنا نطلع زيارات مع القس الكنيسة بعدين كنا نطلع زيارات لحالنا كنيسة نحاول نزور السيدة فترة الصباح لما الأولاد بالمدارس الزوج في عمله فالأخة تشعر براحة أن تفتح قلبها لنا تحكي لنا مشاكلها كنا نناقش المشاكل نشترك في حلة نصلي مع بعض وكانت ترتاح الأخة لما نكون كنساء جالسين نناقش مشكلة معينة تخص المرأة كمانا يمكن إذا شخص مريض أو بحاجة إلى مساعدة أنا بعرف بالكنيسة النساء وقتها بيتوفى شخص كمانا هني بيتحس أنه هيك بكل بيت بيطبخوا طبخة بيطبخوا طبخة بيبلشوا يعطوا يعني كمان خدمة النساء بعتقد في كتير أشياء بيقدروا يعملوا أو النساء الرجال ما بيقدروا يعني مكملي للرجل بالخدمة من ناحية الخدمة يعني في التعازي في الأفراح في الأتراح ممكن تخدم المرأة في حالات كثيرة إذا أخذنا طبخة لعائلة كانت من ظروف الفرح ما عندها وقت تطبخ أو ظروف الحزن ما عندها وهس أنه تقوم تطبخ فهذا رح يفرح العائلة كثير ويساعد كثير يعني هني يمكن شغلة صغيرة بس خدمة كبيرة أنا بحس يعني يمكن ضمن الخدمة النسائية في الكنيسة شغلات صغيرة مثل هايدي بالأفراح وبالأتراح كمانا بالاستقبال بالكنيسة للأعضاء أو للزوار بعرف بحطوا النساء لأنه بيبتسموا أكتر أوليك من الرجال بيجيبوا هيكي ممكن سيدة تستقبل سيدة رح تشعر براحة كثير لأول مرة أنه أول مرة جاي على الكنيسة حتى إذا راجل جاي أنه الابتسامي يمكن طبع المرأة مثل حضرتك قلت أنه الكنيسة هي مثل العائلة وبالبيت الأمرأة هي الأكتر شي بتستقبل وهي الأساس خلينا نرجع شوي للاجتماعات الصلاة وفائدة اجتماعات الصلاة أو هالجلسات الخاصة اللي بيجلسوها النساء مع بعض أو يعني مثل حضرتك قلت للتشجيع أو بيشاجعوا بعض أو بيشو فائدة هل لمست فائدة هيدول الجلسات بالحقيقة ما بس أنفيد العائلة اللي رايحين نزورها أحنا نستفاد لما نشترك بهيك مناقشات نحس مع العوائل ومشاكلهم لما نشوف أكثر شي كان يفرحنا لما ندخل لزيارة عائلة وعندها مشكلة وبعدين نلتقي بالرجل نلتقي بالسيدة وآخر شي لما نحل المشكلة وترجع العائلة إلى سعادتها وإلى التجاء البعض فهذا كان يجد فرح لا يصف إلنا يعني بعتقد من مثل ما حضرتك قلت يمكن البركة بتكون على العائلة اللي صليتوا معها وكمان على الأشخاص اللي شاركت لأنه بتحسوا أنه عم تساعدوا عائلة لتلملم خلفاتها سيدة باسي ما بدي أسألك عن الموضوع هل مشاكل العائلية الموجودة بتكون في الكنيسة أوقات العائلة ما بتتشارك مثل ما حضرتك قلت ما بتتشارك مع الآخرين بطبيعة شو المشكلة بس أوقات بس الصلاة مجرد ما تصلي وتقولي مثلا هالعبق يارب شيل هالعبق عن هالعائلة يمكن الحالة بتن يعني مشكلة بتصير أخاف يمكن تواجد التعاضد أو تواجد النساء مع بعضها بيساعد بهذا الشيء برأيك كان بسابق عندنا بكنيسة بغداد كان عندنا فرقة للصلاة تجي الأخذ تأرض مشكلتها والفرقة تصلي من أجله وإذا احتجنا نعلنها في الكنيسة وإذا احتجنا نعمل صوم الصلاة من أجل هاي الطلبة وما تتصوري قديش الفرح يأمل كنيسة لما الطلبة تستجاب أمين أكيد أكيد في مشاكل معينة يعني شعرتوا أنه كاهل الأمرأة عم يتعب فيها يعني في مشاكل معينة عم نصلي لأجله لأنه يمكن هالأني سائل عم تحضرنا كمان بتقول يا ريت بيسلولي أو بيساعدوني أنه الأمرأة بهالأيام عم تشعر بثقل يمكن تربية العيلة أنه بهالأوضاع الصعبة كان ببغداد أو بلبنان هلأ عم تحسوا فيه النساء عم تواجه مشاكل خاصة؟ الرجل له دور كبير في تسيير أمور العائلة بس أنا أحس أنه المرأة كونها صموطة أو كونها تخبي تحتاج مشاركة من قبل أخواتها فللمرأة دور كبير لأن أحيانا تضطر تأخذ دور الرجل والمرأة عادة النساء يكونوا عاملات فتصوري دور المرأة العاملة ترجع للبيت لازم كل شيء يكون تمام لازم الأولاد يكونوا محضرين دروس مجاهزة فهذا يزيد على أعباء المرأة يمكن أكتر شيء الأم تطلب صلاة لأولادها بالفعل أو تطلب صلاة لراحة بالزوجة صح يمكن الشغل أو الوظائف هالأيام بس يمكن أكتر شيء الأم تصلي الأولاد لا تنسي أخة ميرنا أنه بهالأيام كثير زاد الشر وكثير زادت المغريات مثل ما تفضلتي الأولاد فكثير طلبات تجينا من أجل الأولاد أولا أنه يبقوا في مخافة الرب أنه يبقوا ضمن العائلة عم نشوف تفكك العوائل هالأيام ابتعاد الأولاد عن الله وانغماسهم في أشياء كثيرة تافهة بالنسبة لنا صح فتحتاج المرأة عادة أن يسألهم مثل ما تفضلتي من أجل أولادهم أولا صح صح أنا بدي أسألك بخصوص إذا كانت كنيسة موجودة ونساء ما كانوا ناشطات أو يعني ما كانوا عم ينخرطوا بهدول البرامج بتحسي فيه نقص هل بتواجه الكنيسة نقص بعدم اشتراك الإمرأة بهدول الخدمات اللي حضرتك حكيت عنهم نعم فيه أشياء كثيرة الرجل لازم يعملها بس فيه أشياء أكثر أن المرأة لازم تشارك بيها بالكنيسة الخدمات مثل ما تفضلتي بأوقات الأتراح والأفراح برامج كثيري الكنيسة كانت نظم دروس للطبخ لازم العائلة تتعلم كيف تاكل غذاء صحي فكنا نجتمع كل يوم خميس مرتين بالشهر نعمل أكلي صحي نطبخها كلنا نشترك في طبخها نذوقها نعطي راينا فيها الأكل الصحي كثير مهم بالنسبة للعائلة صح فهذا ما خص الرجل بينه زح يعني لازم المرأة في طبخين ماهرين لكن في طبخين بيتحس الأم أو الأمرأة هي المسؤولة المسؤولة كمانا يمكن زينة أو شكل الكنيسة بتحس وقتها أمرأة بتكون هيك بتحط تورود بتزين يمكن الرجل أو القص بنظف أو بيعمل الكنيسة يعني مرتبة ولكن هيك لمسة الأمرأة حتى بالكنيسة بتبين مثل ما تفضلت أنه باقة الزهور طريقة وضعها تحسي أنه كان في لمسة في أمرأة كده بأسي معنا بكرك على أول جزء من الحلقة رح نرجع بتاني جزء لنحكي أكتر عن دور الأمرأة في الكنيسة مع الأطفال في خدمة الترميم وغير خدمات مهمة انتظرونا رح نرجع بعد الاستراحة نرجع معكم أعزائي المشاهدين لنناقش دور المرأة في الكنيسة أكيد معنا السيدة باسمة فارجو من الجامر أحب فيك بهالجزء رح نحكي أكتر عن الأمرأة في الكنيسة لازم تكون محصنة ولازم تكون يمكن عندها دراسة لكلمة الله لتحصن حالها لتقدر تشجع الآخرين شو رأيك بهذا الموضوع في الكنيسة مواهب متعددة قسم ربنا عطاهم مواهب التدريس التعليم قسم عطاهم غير مواهب فنستفاد من كل سيدات الكنيسة بحسب المواهب التي أعطاها يا الله فأدنا في الكنيسة سيدات قديرات ممكن يفيدونا في التعرف أكثر على كلمة الله تدري إعطاء دروس بالكتاب المقدس واللي ما عنده هالموهبة يتفضل يسمع ويستفاد لأن حدثك قلت أنه يمكن المجتمع يمكن ما عم يتقبل أنه تكون هلأ قسيسة ولكن وقت بتعطي الإمرأة درس في الكتاب المقدس أنا بعتقد يمكن بأهمية أنه تكون واعظة يمكن بيتسمعوا لطريقة الإمرأة مثل ما تفضلتي وقلت يمكن طريقتها بتدريس الكتاب المقدس يمكن تخبير قصة لنحن نحكي عن خدمة الأطفال وسيمكن طريقة الإمرأة مختلفة عن طريقة الرجل في تدريس الكتاب المقدس نعم عندنا بالكنيسة الخدمة النسائية أيضا عندهم برامج خاصة تقوم بها النساء فقط واشتركتي أنت فيه يعني بيكون الدور بس على الإمرأة مش لأنه كونها قسيسة بس لأنه ربنا عطاها مواهب تقدر تعطي الرسالة في ذلك اليوم بالكنيسة فتقدر المرأة تعمل في نواحي كثيرة في تدريس كلمة الله في قيادة في تعريف الناس عن الكتاب المقدس وعن التعليم الصحيحة أمين أمين حكينا عن نشاطات مثل تعليم الطبخ ومساعدة المحتاج في الأفرح والأطرع شكنا في نشاطات معقولة للإمرأة تقوم بها يمكن لتساعد الأنيسات في الكنيسة لتتحضر لمستقبلهم نعم ممكن نعطي دروس في الخياطة على الأقل نهيئ الآنسات أنه ما ضروري كل صغيري وكبيري نروح على الماما لا يقوموا شوية على الماما حتى نهيئهم لتكوين بيت نعم تكوين عائلة نهيئهم في أمور كثيرة خاصة الأنيسات اللي ما اختبروا الحياة المسؤولية العائلة صارت أنا شغلة معي أنا شخصيا بكون بالكنيسة أو بتشوفني سيدة من الكنيسة أكيد سحبتها للوالدة مثلا قاعدة بمطرح أو عم بعمل شي بتنبهني بتقول لي مثلا ياريت بتقعد هيك مش هيك أو بأكيد بكل محبة وبكل عطف يعني بتحسي السيدات مزبوط أخوي بيهتموا مثل ما حضرتك قلت أنه الأنسة تعرف شوية أخياطها تعرف شوية طب حتى لو ما كانت بنتها إلا يعني بنت موجودة أو أنسة موجودة بالكنيسة بتحسي كل هالسيدات بيحضنوها وبيجاربوا يساعدوها بجاربوا يعطوها نصايح مفيدة لمستقبلها وبأعتقد هيدا يمكن من أحلى الأشياء لصبية موجودة بالكنيسة أنه تشوف هالدعم مش الانتقاد صح؟ لأنه أوقات متكوني بمحال بتشوفي السيدات بيواجهوا انتقادات للصبايا أكتر ما بيواجهوا نصائح بناءة بس بتشوفي خدمة النساء بالكنيسة والسيدات مثل أفضل حضرتك بيهتموا أكتر لبناء هالصبايا هالجيل الجديد بيصفخياتها أو حتى نصيحة بتبنيها بدل ما تحطمها ما عوز قبل كانت أكتر الانتقادات بس بتحسي السيدات دايما بيجاربوا يبنوا الأنسات في الكنيسة أنا ضد الانتقاد مية بالمية لأن الانتقادها الدام بس النصيحة هي البناءة لما الشابة تشوفني عم بنصحة بمحبة بإخلاص ما إلي شي فائدة من نصيحتي إلى غير أنه أفيدة فأعتقد رح تتقبلها بناتنا يحتاجون نصائح كثيرة بسبب خبرتنا بالحياة وخبرتنا بالكنيسة ممكن مثل ما تفضلتي أنصح أختي في الكنيسة الشابة أنه لازم نجلس كذا أو لازم نلبس كذا احتراما ووقارا لحضور الله بالكنيسة أو في أي مجالات أخرى في الحياة أعتقد رح تتقبلها إذا كانت بروح المحبة مش بروح الانتقاد صح لأنه أنا بعرف كثير يعني يمكن بغير كنائس أو شي في كثير يعني الدور اللي اللي عم تلعبه السيدة كان أكتر انتقادي وهيك في كثير شباب ما كانوا يعني يستعونوا يمكن يجو عليك نيسة مشان هيك أنا أثني على هالمحبة وهالعطف وهالنصيحة يمكن خياطة يمكن زر أو طبخة أو احتضان لصبية أكيد أكيد رح تحس أنه هي بعيلة كتير كبيرة وهالشي بتخليها تنمى اجتماعيا وروحيا يعني دور المرأة كتير كتير كبير بالكنيسة خلينا نحكي عن خدمة الأطفال اللي بالعادي بتكون مسؤولة عنه الأمرأة في الكنيسة عادة مسؤولي عنه امرأة كون ربة أطفال كون لا خبرة في الحياة كون لا طلبال يمكن أكثر سعر سعر في كنائسنا عندنا خدمة أطفال يخصص وقت كافي الأطفال تعريفهم عن قصص الكتاب المقدس غرس مبادئ مسيحية فيهم الطفل اللي علمه هو وصغير كان نقش على الحجر طبعا أنا أعرف ناس كثير كانوا أطفال درسناهم وهلأ صاروا شباب وتركوا إلى بلاد بعيدة ويمتلي قلبي فرحا ودموعي تنزل لما يقلوا لي أنت باسمة لازلنا نعمل كذا تعلمنا منكم كذا فأعتقد كلش ضروري تهيئة الأطفال في الكنيسة وأنا بشوف أنه الأمرأة عم تاخد يعني الأمرأة في الكنيسة عم تاخد صفها الأطفال بكل جدية هالفقرات عم تكون غنية وسائل الإضاح يعني مش أنه هيك أخذنا الأطفال نص ساعة أو يعني لعبناهم أو ديانيلون وقتهم أو قصة صغيرة أنا أمشوف اهتمام كتير كبير من قبل الأمرأة لهالفقرة المخصصة للأطفال مثل ما تفضلت وقلت وسائل الإضاحة الحديثة عم نعطيهم يمكن مثل ما هلأ بحبوا يسمعوا الكتاب يعني عم تتطور كمان الأمرأة في الكنيسة مع تطور مع التكنولوجيا الجديدة نعم لا حتى تظل عم تقدر تتوصل لهالأطفال بالكنيسة بها الصف يعني بالطرق الوسائل الحديثة أكيد دور المرأة الكبير الكبير بيكون في الأعمال الخيرية وال مع الفقرة يمكن والمحتاجين نعم يعني كيف بتساعد الأمرأة بهالموضوع أدنا مثال بالكتاب المقدس عن امرأة كان اسمها طبيثة كانت تساعد الفقرة وتخيطهم لا كان يدفعوا لأجور ولا كان من محبته ومن عطفة على الفقر والمحتاجين والخاصة الأرامل ف لما توفت صاروا هالأرامل استفقدوا كثير وصاروا يبكون وأرسلوا للقديس بطرس أن يجي فورا فأتى وضعوها في الغرفة في الطابق الألوي أتى القديس بطرس وطلب من الجميع أن يخرجوا لأن الكل كان يبكي ومتأثر فبعد ما خرجوا صلى القديس بطرس بإيمان وبحرارة وطلع إلى الجثة وقال لها طبيثة لك أقول قومي وقامت قامت لأن ربنا بعد يريد طبيثة أن تداوم مع هالأرامل صح يحتاجوا هالناس يريد نقتدي بيه ما كل شيء له نعمله له جزاء أو له راتب أو له تعويض مادي أعتقد طبيثة كانت تعمل هذا العمل بكل فرح ولازم نقتدي بطبيثة يا ريس خلا هذه المؤسسة موجودة بالكنيسة والنساء هنا بيهتموا من خلالها بالفقراء والمحتاجين طبعا المجتمع والنساء بيعملوا يمكن بحلويات بيعملوا بيبيعوا كلماني يساعدوا اللي يطلعوا مصاري اللي يساعدوا هالفقراء من مثل ما حضرتك تفضلتين من أهم الأدوار أنه مش بس نهتم جوات كنيستنا كمانا نهتم بهالأشخاص المعوازين اللي هن بالبيئة طبعا ودور المرأة لا يكفأ بهذا الموضوع يعطيكم ألف عفية خدمة نعم نعم عفو ممكن نعمل صناديق مواد غذائية وموزعة كنا موزعة بدون تمييز بين العرق والدين ووزعة لكل المحتاجين فهذا يعني يفرحنا أولا وبعدين يفرح الناس ويخلينا في علاقة طيبة مع المجتمع طبعا يعني كمنا بشعر الواحد أنه هو متضامن يعني مش أنه نحن ساكنين بهالجزيرة وبعد عن الناس وبهالطريقة كم نشكر الله على كل هالعطايا اللي عم يعطينا إياها الترنيم كثير ضروري خدمة الترنيم في الكنيسة أو الموسيقى والترنيم هل المرأة دور فيها مرات في سيدات ما يقدرون يوعظون ما يقدرون يعطون درس كتاب مقدس بس يقدرون يرتلون صوت حلو صوت حلو يقدروا يشتركوا في جوق الترنيم في آنسات كثير مستعدين ياريت كل كنيسة يكون عندها جوق الترنيم ويشترك السيدات والآنسات كنا في أوقات برامج السيدات تطلع جوق الترنيم سيدات فقط كنا نروح في أيام الأعياد أعياد الميلاد رأس السنة نروح إلى فنادق درجة الأولى ويضعوا اسم الكنيسة بجانب جوق الترنيم كنا ناخذ جوق الترنيم للأطفال فكان تبشير مثل عمل تبشيري كمان يلتموا القبار والأصغار حولهم ويسألوهم وأنتم من أي كنيسة ويصير أدنا صداقات مع الناس نقدر نتعرف عليهم ندعوهم إلى كنيستنا إلى بيوتنا وكنا النار بركات كثيرة من هاي أكيد بالختم شو عندك نصيحة للسيدات والأنسات في الكنيسة أو كيف تدعيهم للمشاركة ويلعبوا دور أكبر في الكنيسة أول شيء أريد أدعوهم أنه يشتركوا في أشياء مفيدة مرات نضيع وقتنا في أشياء تافهة ياريت يشتركوا في خدمة المجتمع ياريت يشتركوا في زيارة مرضى ياريت يشتركوا في ترنيم في عمل صناديق مواد غذائية أدعو الأخوات الشابات والنساء أن يشتركوا في هكذا برامج رح تعد الفائدة على الكنيسة رح تعد الفائدة عليهم وأولا وآخرا يتمجد اسم الله أنا بشكري كثير على المعلومات وعالحلقة الحلوية اللي عطيتنا إياها أعزائي المشاهدين مثل ما سمعنا دور الأمرأة في الكنيسة يجب أن يكون فعال وبدون هذا الشراك مع الرجل الكنيسة مش حتكون مكتملة وعمل الله مش حيكون مكتمل انتظرونا حتى نشوفكم بحلقة جديدة من برنامج سيداتي أنساتي